دي لورا وجوزها مارتن واحد جرهم عزيهم مع رحلة بحرية في مركب اول حد يشوفهم ممكن يفتكر انهم زوجين سعدة جدا وخارجين في فصحة لكن الحقيقة غير كده خالص لورا راحت مع جوزها رغم انه كان لسه ضريبها لما جرها تكلم معيها وهو بيهير عليها جدا الزوج كان عامل ضغط رهيب على البراطور اللي بتترعب منه خاصة ان هو كان بيدربها كتير لأسباب تفها كان بيفرض عليها تحط اي حاجة بطريقة منظمة بشكل مراضي لدرجة انها كرت النظام لكن بتطار تلتزم علشان خايفة منه جوزها بعد مدربها صالحة وراحوا الجرهم في المركب وكان الجو سيء جدا كان فيه عاصفة والموج كان عالي جدا الزوجة ما كانتش موسوطة لكنها تعودت تعمل كل حاجة غصبا عنها دوء الامر اختفى والدنيا ضلمت والموجة عالي اكتر واكتر الجر حب يطمن الزوجة اللي كان واضح الناس اعانة وخايفة لكن الزوج كان مشغول ومركز جدا مع المركب والاجواء اللي حواليه وزادت المشكلة لما المطرة كمان ما اضطرت علشان كده قرروا يرجعوا تاني للشط والزوج طمن مراته ان كل شيء حقيقة تمام الميا دخلت جوه المركب والزوجة تغرقت من المطرة والجواء حالته ساعت اكتر الجار طب منهم من المركب قربت ترجع للشط لكن الهوا كان شديد جدا وحرك الشراع وطلب الجار من الزوج يشده الزوج حاول لكن الهوا قسر الشراع فراح الزوج اخر المركب عشان يرجعه الجار كمان راح علشان يساعده وساب الزوجة في اول المركب لوحدها وفعلا هما الاتنين قدروا يمسكوا الشراع ويرجعوا لمكانهم والزوجة كانت مركزة معاهم لكن الرياح الشديدة حركت المركب والزوج وقع لكن قدر يمسك نفسه ويطلع تاني بمساعدة جاره الزوج طلع وبصع على مراته ما لقاهاش قاعدة في مكانها فقعد يصرخ عليها فهم الزوج ان مراته وقعت في البحر وغيرت خاصة انها ما بتعرفش طعوب فانهار وقعد يصرخ ويدور عليها في كل حتة جات مركب تانية تدور على الزوجة في البحر لكن ملهاش اي اثر الزوج رجع بيته بعد ما فقد الامل في رجوع مراته اللي بيملكها وقعد يكسر ويصرخ من الحزن خلاص الزوج وكل الناس اعتقدوا انها غرقت وتعامل لها جنازة خلاص ماتت لورا ودي الحاجة اللي كانت عايزاها البنت فعلا ان الفترة اللي عاشتها دي كلها تموت وتبدأ حياة جديدة بعيدة عن جوزها اللي بيعزبها والحقيقة ان لورا مغرقتش وانها هربت كانت عامل حساب كل حاجة اتعلمت السباحة من غير ما اتعرف حد نطت من المركب وعامت وسط الضلمة اللي حتوصلها للنور رجعت البيت خدت فلوس وقصت شعرها ولبست بروكة ورمت دبلة جوازها في الحمام رجبت اوتوبيس وسافرت بلد تانية بعد ما كل افتكر انها ماتت عايزة تبدأ من جديد عايزة تعيش بعد ما ماتت كان بتبص بسعادة على الناس في الشارع الناس اللي عاشوا بشكل طبيعي مش اللي عاشوا زيها مع واحد بيحبها بس مريض نفسي بيعذبها هربت من جوزة اللي كان بيدرابها ويعذبها كأنه عدوها بالزبط هربت عشان تسترد حياتها من جديد يمكن تقابل حب جديد يعوضها عن سنين عذبها